بسم الله الرحمن الرحيم عزائي الطلبة والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عساكم سالمين غانمين ان شاء الله انا اود اتكلم معكم اليوم في موضوع موضوع انا ارسلت اليكم رسالة طريق منظومة الاجوبي بانني فوجيت بالعمس احد الطالبات ارسلت نماتج من الواجب وهذا العمل الغش واضح جدا وانا لما اترات على النموذج شككت بانه ليس عمل الطالب ودخلت في جوجل ترانسليشن والمفاجأة كانت اسوأ بان كل الكلام منقول بدون اي تعديل كما هو وباللغتين العربية والانجليزية والمرسل الى الاستاذ للمراجعة وقد شكت في بعض العمال اخرى ايضا لكن الطالبات في هذه الحالات كانت بذلت جهدا ما لتعديل الكلام فالعل فيه شيء من المبرر هذا يقود اني اتكلم معكم اليوم بكل سراها وبكل امانة ان موضوع الاخلاقيات في العمل اخلاقيات لا اتكلم فقط ان اخلاقيات في الترجمة وما نهن بصدده في في الجامعة لكن اخلاقيات بصفة عام طبعا اخلاقيات العمل هو جزء من الاخلاق الخلق ونهن عندما نتكلم عن الاخلاقيات فليس هناك مراقب اقوى وعالى من مراقب الضمير الانساني نفسه فعلى الانسان وعلى الطالب وعلى العامل ان يستمع الى هذا المراقب الذي اودعه الله سبحانه وتعالى في داخل كل انسان المهم انسان يراقب نفسه بنفسه ولا لم لا يمكننا ان نراقب اي انسان اي مجموعة تماما وليس عندنا عالم الغيب والانجح والانجح هو الانسان يراقب نفسه بنفسه وكطالب في هذه المرحلة التي انتم فيها اول الاخلاقيات هو ان انكم تدركوا بانكم في مرحلة التعلم بناء الذات حتى تكونوا في مستقبل يكون لكم دور وادفار في الحياة الشخصية وفي العائلة وفي المجتمع المحلي والانساني ككل الطالب لما يدرك وينتبه الى هذا الموضوع فتلقائيا يدرك بان عليه او عليها ان يستحيد تمام الاجتهاد وينتهز هذه الفرصة فرصة هذه الايام ايام الدراسة الجامعية لبناء ذاته وللمساحمة فيما بعد في مجتمعه وكما اقول دائما الله سبحانه وتعالى اعطاكم فرصة للتعلم الجامعي وهناك كثير من زميلاتكم في زميلاتكم كانت في المدرسة معكم لعل درجاتهم كانت اعلى منكم من درجاتكم لكن لم يكن من نصيبهم ان يدخلنا الجامعة وسواء كان الوالدان او الدولة تصرف عليكم فهذه هي الامانة وقبل هذا حياتكم امانة ويسأل يوم القيامة يسأل الابد الانسان ان خمس فيما فعل فيهن ان شبابه ان علمه ان ماله وعمره كل هذه الامور تعرفونها الهديث الشريف تعرفون فلما الانسان ينتبه الى هذا الموضوع فلما يتخرج من الجامعة يكون تخرج مسلها بالعلم بالمهارات والثقة بالنفس وب حدف خدمة المجتمع وفي ايامنا هذه ايام الجائعة الكورونا نرى بان العالم كله يعاني من شرقه وغربه من شماله وجنوبه كلهم فقراء واغنياء حكاما ومرعوسين كلهم يعانون من هذه المصيبة وفي هذه الفترة تدركون بان كثير من الاطباء مثلا على شبيل المشال ماتوا لانهم في عملهم خاضوا المخاطر وضحوا بهاتهم والطبيب في ايامنا هذه والممردات والكوادر الطبية كأنهم جنود على الهدود المهم في كل المهن هناك اخلاقيات معينة فالانسان ليس انسانا لذاته بل هو لمجتمائه وهذا عندما يدرك الانسان هذا الانتماء لمجتمائه الصغير والكبير والانسانية ككل يكون مستعدا ليضحي بنفسه والتضهية التي بإمكانكم في هذه المرهلة أن تقدمها هي التضهية في الإخلاص للألم للألم وهذه الاخلاقيات لا نحتاج أن نتعلمها من فلان وعلان هي مغروسة في ثقافتنا الإسلامية وأنتم كلكم تعرفون الهديث الشريف إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن فالإتقان مطلوب المؤمن متقن لعمله وطبعا في سبيل إتقانه إنسان يحتاج أن يطعب لا تأتي الأعزائم الإنجازات الكبيرة بدون التضخية فكيف نتوقع من طالب أن يغش أن لا يبضل جهدا فأيضا الهديث الآخر يقول من غشنا فليس منا يعني ليس من جماعة المسلمين الذي يغش وهديث آخر يقول من المحتمل أن يكون الإنسان المسلم جبانا من المحتمل أن يقول بخيلا لكن من المستحيل لا يجوز أن يكون الإنسان المؤمن كاذبا الكذب ليس من شمة المؤمن والطالب وخاصة في ظروفنا نهنه في بلد السلطن سلطنة عمان بلد آمن وكل شيء أسباب الراهة متوفرة وليس على الطالب والطالبة ضغط أن يفكر فيه ما غير العلم كل شيء متوفر بحمد الله فالإنسان إنما يتجنب من أداء أمله من الإجتهاد من التعب فما هناك مشكلة في الأخلاقيات هذا الشخص فالطالب لما يجتحد طبعا هو يخطئ وليس من العائب من الطالب أن نراه يخطئ من الخطأ أن نتعلم أما إذا نسخ الطالب عمل أحد أو كلف أحدا بأن يقوم بعمله هو ليقدمه كعمله فهذه خيانة الخيانة ليست للأستاذ ليست للجامعة الخيانة لنفس الطالبة أو لنفس الطالبة لأنها لما تقوم بهذا التصرف لا تتعلم لا تكتسب المهارة لا يكون عندها المعرفة ولا الثقة بالنفس وبهذه الطريقة عندما تتخرج الطالبة يتخرج الطالب فيكون عنده شهادة لكن لا يكون عنده ثقة بالنفس لا يكون زميره يلومه بأنه حصل على الشهادة بدون اجتهاد بناء لهذه الشهادة من الممكن أن يتوظف هذا الطالب أو هذه الطالبة في جهة ما خمية أو خاصة من هذا هناك شبهة في الراتب الذي سوف يكتسبه وليس من المعقول أن يكون مثل هذا الطالب مساهما لمجتمعه وهو أصلا لم يتعلم وطميره من داخله يلومه بأنك اكتسبت هذه الشهادة ووصلت إلى هذه المرتبة إلى هذه الوصيلة غاشا ومزورا فأرجو أن تنتبهوا إلى هذا الموضوع بكل الجد وكما للعادة أقول وكما ذكرت لكم في أثناء الدروس أيضا التعليم الجامعي هو عندنا أهداف ثلاثة أول هدف هو اكتساب التعليم والهدف الثاني اكتساب المهارات والهدف الأسمى هو بناء الذات بناء الذات بمعنى أن الحياة الوحيدة التي منح الله أن نقوم بأداء واجبنا بإنجاز شيء في هذه الهياة وكما ذكرت لكم أيضا بأن الإنسان في هاته يلعب أدوارا كثيرة مثلا واحدة منكم الطالبة لما تتخرج تتوظف فهي موظفة تتزوج فهي زوجة تنجب فهي والدة تنتقل إلى أسرة أخرى فهي إنسانة متعلمة مثقفة تشارق مع هذه الأسرة الجديدة ولها جوار فهي جارة وكذلك هناك أدوار كثيرة نحن كلنا نلأبها فإذا كان الطالب أصلا لم يجتهد لم يكن موفقا في دراسته فهذا يعثر على كل أدواره في هاته فأرجوكم أن تعتبروا هذه مرهلة التعليم الجامعي هو مرهلة بناء الذات مرهلة استعداد للعب الأدوار مختلفة سوف تناد بكم في ظروف مختلفة فسوف تكونوا إن شاء الله ناجهين وغانمين وصالمين وأريد أن أكرر بأن إذا إنسان كان يدرك هذا الشيء فهو في هذا الشيء يطعب من طلب العالي سهر الليالي باللغة الإنجليزية هناك تعبير يسمى مثل القطعة أو حلقة مطاطية التي نستخدمها للف الأوراق مثلا فإنسان لو ما يمدها فلا تنفع في غرض الذي في الغرض الذي أنتجت من عجله فالإنسان يشد يمد ذاته يجتهد إلى هذا حتى يوصل إلى مرة تنقطع هذه القطعة المطاطية فهذا الإنسان يكون ناجها في حياته ناجها لذاته ناجها لعائلته وأسرته ناجها لقبيلته ناجها لمجتمعه المحلي ومجتمعه الأوصى والإنسانية ككل وإنسان الناجح يتفكر هكذا دائما وأرجو منكم أن تعتبر أيام الإجازة هذه هي مع أنها نهن الآلم الآن يعيش ظروف صعبة ليست لا يفرح لها لكن كطالب هي فرصة صانحة فرصة الاعتكاف في حضرة العالم ليس ليس الغرض فقط إنجاز الواجبات التي أعطيت لكم من قبل الأساتذة بل هي فرصة للتعلم والله الحمد مصادر كثيرة موجودة في النت وفي غير النت هذه الأيام فأكرر فتعتبر هذه الأيام هذه الأيام العصيبة كفرصة لإكتساب العلم والمحارة والثقة بالنفس ومن باب تحديث النعمة أتمنى أن يراكم الأهل والبالدان خاصة مجتهدات ليل نهار في سبيل العلم وأنا كوالد لما أرى أولادي مجتهدون يجتهدون فكأن الوالد والوالدة يحس داخله سرور وكأنه هو أنجز شيئا ما فهذا مطلوب منكم وكما قال الشاعر العظيم أحمد شوقي الأم مدرسة إن أعددتها عددت شعبا طيبا للأعراقي فكلكم طالبات والطلبة عليكم مسؤولية كبيرة تجاه نفسكم وتجاه أهلكم وأولادكم وتجاه المجتمع فأرجوكم أن تمتبهوا إلى هذه المسؤولية وكما تعرفون الأمان هذه الأخلاقيات ليس غريبة علينا الأمانيون معروفون معروفون لا أقول هذا مجاملة والطاريخ والطاريخ شاهد على هذا الموضوع كانوا دائما مجتحدين سواء كان خروجهم من منطقة أمان إلى ما وصل إلى أن وصلوا حتى المغرب العربي وإلى الصين وإلى الدول الجوار القريبة من الإيران والهند التاريخية بما فيها الهند وفاكستان ودول أفريقية وكلها وداخل البلد نفسه شق الأفلاج وهي تعتبر معجزة إخراج الماء من تحت الجبال الجرداء هذا كان يحتاج الحمم والعظيمة والإرادة الكبيرة الذي أقصده هذا ليس غريبا على الأمانيين كونكم أمانيين وأمانيات فأرجو أن ترتقوا إلى هذا المستوى وكما تعرفون وأنتم تعرفون أنا سنحت لي الفرصة أن أترجم كتاب هذا الكتاب كتاب قابوس بن سعيد مصلحة للأرش أنا قمت بترجمة هذا الكتاب مكلفا من مكتب معلي مستشار الثقافي لجلالة السلطان عن ذاك فأنا استفدت لو ألقص لو قيل لو سئلت ماذا تعلمت فالشيء الوحيد الذي أذكره كنموذج هو قول السلطان المرحوم السلطان قابوس يقول بأننا لما كنا منشغلين في إنجاز مشروع كنا بدأنا تخطيط لمشروع القادم هذا تفكير عظيم يعني إنسان لا يعمل فقط فيما هو مكلف به بل يتفكر فيما هو آتل وطاريخ العماني والتاريخ العربي الإسلامي شاهد على كثير من المنجزات والنهزة العلمية تكنولوجية التي نراها في الغرب الهين وكلنا نستفيد منها هي مبنية أصلاً على جهود بذلها المسلمون سواء كان في هوادنها البغدادية أو الأندلسية فبدون الجهود إنسان لا ينال المنازل العالى وأنا أيضاً الآن بصدد ترجمة كتاب لمفكر كبير العربي عباس الأقاد له كتاب صغير لكنه كتاب كبير معناً كتاب اسمه التفكير فريضة إسلامية التفكير فريضة إسلامية من في بداية الكتاب هذا الأقاد جمع الآيات القرآنية التي تحف الإنسان المؤمن على التفكير ومن الآيات التي ركز عليها أعباس محمود الأقاد هي آية قرآنية يعني الناس أهل جهنم عندما يتعرف يتكلم بعضهم مع بعض فحصرة على أنفسهم سيقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فمن المهم جداً على الإنسان المؤمن أن يستمع عندما أحد ينسهه سواء كان الوالدان أو الأساتذة وبالأخص الوالدان والأساتذة فعلى الطالب أن يتبه إلى هذا أن يستمع أن يعقل فحتى يدرك غاية وجوده في هذه الهيال ولكي نختصر الكلام ما هو المطلوب منكم في هذه المرحلة في هذه المرحلة مرهلة الجامعية ومرهلة الإجازات الطويلة الآن نمر منها عليكم أن تركزوا على التعلم على إعداد الواجبات التي تناد بكم يكلف بها الأساتذة ليس هذه الواجبات فحسب فكما قلت المواد المراجع كثيرة وكثيرة متوفرة على الشبكة العالمية ومن المطلوب الطالب والطالبة أن يتزود من المعرفة وهي سلاحه هذه المعرفة سلاح الطالب للمستقبل ونهن في العالم ككل وفي أمان أيضا نعرفون الآن نمر بمرحلة اقتصادية ليست يسيرة ونحتاج إلى وظائف للشباب والشعبات وأل الشعب والشعبة أن يتأحل يتصلة بالعلم والثقة بالنفس وإلا كيف يحل محل العامل الموزف الغير عماني فلو اجتحد المجتحد فتلقائيا سيكون عنده ثقة بالنفس ليحل محل الوافد وبهذا يخدم بلده ويكون قادرا على أداء أدواره المختلفة في هياته بالنجاح ويذكر بالخير ولعل نحن الأساتذة أيضا سوف يكون لنا حز من مصاحماتكم مصاحماتكم المستقبلية في المجتمع لأننا نحزى بأدئاتكم كصدق جارية إن نجحنا في أعدادكم أعدادا جيدا للمستقبل و بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ونراكم على خير شكرا للمشاهدين